بسم الله الرحمن الرحيم ستبقى اللعنات تطارد كل من تآمر كل من قتل كل من اعتدى على أسير وقتله في لحظة غدر وخيانة تاريخ من الدم والغدر والخيانة يحمله الصهينة فوق أكتافهم إلى يوم القيامة لا عهد لهم ولا ذمة لم يرعوا حرمة قتلوا النساء والرجال والأطفال أبادوا القرى هدموا البيوت على رؤوس سكانها ارتكبوا المجازر الجماعية في كل جزء من أرض فلسطين وها هم مستمرون حتى اليوم أحاديثهم عن السلام إنما هي أكاذيب مفضوحة وما تكشف خلال مصر وحكومتها بما جرى لكنهم خبر مؤلم كثيرون أصيبوا مجددا بصدمة من جراء هذه التصريحات لكننا على يقين بأن القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتصل على التو برئيس وزراء إسرائيل يطلب منه معلومات وتحقيق عاجل حول حقائق ما جرى يؤكد لنا بالفعل أن مصر لن تسكت على شهدائها الذين قتلوا غدرا وحرقوا بالنبال اليوم سيكون لنا ومعنا واحد من الرجال الأبطال الذي كان منذ زمن طويل عضوا نشطا ومناضلا في منظمة سيناء العربية إنه شيخ مشايخ سيناء الشيخ عيسى الخرفين النائب السابق لأربع دورات سابقة واستطيع أقول المقاتل أيضا ضد الإرهاب والإرهابيين في سيناء والذي تعرض في عام 2013 لمحاولة اغتيال حيث أصيب برصاصة في رأسه وأخرى في عنقه وخمسة في ذراعه لكنه ما زال يصدح بصوته الوطني مطالبا كل أبناء سيناء بالاستفاف في صف واحد للدفاع عن ترابه الوطني ضد الإرهابيين والمتآمرين وأعداء الوطن في أي زمن وفي أي تاريخ حيكون معنا النهاردة بعد أن نتابع معكم آخر التطورات والأحداث على الساحة المصرية والعربية هل ينكر أحد أن الشعب المصري يعاني من غلاء الأسعار؟ وهل ينكر أحد أن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في نوفمبر 2016 تسببت في أزمات كثيرة ومتعددة للمستوى المعيشي للناس لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك أهلنا يعانون في كل مكان على هذه الأرض والقيادة السياسية تعرف ذلك والرئيس عفاة التعسيسي تحدث أكثر من مرة عن هذه المعاناة نعرف أن الوطن في أزمة وندرك أن تداعيات أزمة عالمية بدت تظهر على السطح ظهرت ظهرت في الطاقة في الوقود في السلار بالأمس زادت أسعار البنزين خمسين قرشا تمانين واثنين وثنين وثنين زادت أسعار السلار أصبح الناس يتساءلون ولماذا هذه الزيادات لهم حق لا أحد يستطيع أن يقول للناس أصبتوا ولا تتكلموا لأن الناس تعاني وتدركوا حجم الأزمة وأبعادها وتحمل الحكومة مسؤولية ما نحن فيه هذا طبيعي ويحدث في الشارع وعلينا أن نسمع صوت الناس وأن نستوعبه وأن نبحث عن البدائل صحيح أننا أصبحنا الآن أمام تداعيات ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا النهاردة زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة كان طن الأمح بـ 230 دولار النهاردة بقى بـ 500 دولار الدولة تحملت الجزء الأكبر من ذلك الأمر وسعت إلى تفادي أزمة في رغيف العيش لأن احنا بناكل 100 مليار رغيف في السنة وعندنا 2.5 مليون بق بيتفتحوا كل سنة 2.5 مليون وبنزيد ومصادر الدخل أنتوا عارفينها وشايفينها وشايفين أوضاع صعبة بنعيشها وده بيكلف الموازنة العامة مبالغ ضخمة جدا البترول احنا حطناها في الموازنة العامة 60 دولار للبرميل النهاردة بيتراوح السعر رايح جايب من 100 دولار إلى حوالي 125 دولار للسعر عن بوبة البتجاز كان سعرها 65 جنيه أصبحت دلوقتي تكلفتها على الدولة 200 جنيه صحيح إن رئيسي الوزراء قال لنا إنه أقصى زيادة لأسعار السرفيز هتكون من خمسة لسبعة في المية لكن مين يضمن لنا ده؟ مين يضمن إن بتاع السرفيز ما اشتغلش بمزاجه زي ما بنشوف بدل ما ياخد عشرة ساخت لقيه خد تلاتين قرش ويتدفع يتنزل ما هي إجراءات الدولة لحماية الناس؟ لازم يبقى في حلول عملية مش كلام نسمعه في التلفزيون وبس لازم ننزل للناس وننزل لبتوها السرفيز ولازم كمان تدوا مبالغ ودعم لعربيات النقل الجماعي عشان السلار وأسعاره مش لازم تزودوا على الناس في الأسعار أكتر من اللي هي عايشة فيه وأكتر من اللي هي تعبانة فيه أي هل الشعب المصري مستوعب اللي بيحصل ده؟ خلونا أقولك بصراحة لو مصطفى بكر يكتب كلمتين وقال يا جماعة راعوا إن ده نتاج أزمة عالمية وأوضاع مش عارف إيه وإيه وإيه هيتشتم في الفيسيبوك للصبح وحيتبهدل على تويتر للصبح الناس ماش دعوة بالتفاصيل الناس مالهاش دعوة إن الموازنة العامة بتتكلف مليارات المليارات في كل حاجة في إجراءات الحماية الكبير أنت النهاردة عندك إجراءات حماية اجتماعية أربع ونص مليون بياخدوا رواتب شهرية وقس على ذلك تأمين صحي وغير 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 اسكان تعاوني وحاجات كتير وكهرباء اتوقفت لست شهور وغير وغير لكن هل الناس ممكن تستوعب ده؟ هل الناس ممكن تدرك إن البلد دي دخلف تحديات ضخمة دلوقتي جيشه بتبنيه واللي كانوا بقولوا لنا أنتوا بتعملوا إيه للجيش هذا هو شوفوا دلوقتي شوفوا التحديات من كل اتجاه وشوفوا جيش مصر إزاي بيحمل بلد دي وإزاي هو قوة جبارة وقاهرة وقدرة على إنها تنفذ المستحيل في أي وقت بناء الجيش ما كانش غلط البنية التحتية اللي اتعملت في البلد ما كانتش غلط بنت بلد النهاردة أنت لما تقضي المسافة في عشر دقائق وانت كنت بتقودها في ساعة ونص وتقول لي في النهاية ايه يعني؟ لا لا يجب أن ننكر جميلاً قد حدث ولا مشروعاً يمكن أن يخدم الناس ده الطبيعي وعايز أقول لكم وبرضو بقول له الحكومة الشعب المصري الشعب برغم يعني الحالة اللي هو فيها بس الشعب أصيل شعبه مش حيفرط في بلده والكلام ده موجه للجماعة إياهم يلا اطلعوا أقلبوا الدنيا نقلب الدنيا إزاي؟ يعني نخربه ونقعد على تلاء يعني النهاردة عندنا نعمة الأمن والاستقرار ولا بنلاقي لأمة العيش بعد كده سعادتكم حتيجوا تركبوا على السلطة حتلوى خرابة ولن تمكنوا لأن البلطيجي هم اللي حيكونوا بيسيطروا على البلد دي وبدأ المحلز أعلنين النهاردة على لتر البنزين أو زيادة الأسعار في كذا وكذا بكرا لحلاء بنزين ولحلاء بلد المصريين عارفين الكلام ده كويس أوي وعيين وأنا دايماً بضرب المثل في سبعة وستين كان قدامنا خيار من اتنين يا إما نبني جيش ونحرر بلد وترجع لنا عزتنا وكرمتنا وإما ناخد إرشنات ونسكن بهم الناس عشان أبني الجيش ده كان لازم نربط الحزام على البطون كان لازم نحد من الاستهلاك بتاعنا كانت الأوضاع صعبة للغاية قناة السويتيس القفلت لمدة سبع سنين كانت بتدخلينا حوالي مئة وستين مليون دولار السياحة انتهت كانت بتدخلينا بتاع مية مليون دولار في هذا الوقت سبعتاشر مصنع من الصناعات الاستراتيجية الكبيرة اتقفلوا وقس على ذلك خطط التنمية توقفت بقى كل اللي نقدر نديه ان احنا نأكل الناس ومع ذلك كان الشعب المصري بيتفع خمسة وستين في المية من الموازنة ضرائب في سبع وستين عشان نبني جيشنا ونبني بلدنا كان تمانين في المية من معداتنا العسكرية اتدمرت لكن كان المصريين عندهم عزم واسرار وبدأوا بعد اسابيع يعملوا معركة الرأس العش واضربوا سفينة الات ويدمروها وبدأنا نعيد بناء بلد ونعيد بناء جيش وتحملنا وانتصرنا دول المصريين يلي انتوا بتزايدوا بترهنوا على انهم يخرجوا ويعملوا ويسووا ويخربوا بلدهم مرة تانية لا الشعب عرف الحقيقة مفيش بيت في مصر مش زعلان من الزيادات بس مفيش بيت في مصر مش مقدر ان البلد في ظرف صعب ومش مدرك ان بلدنا مستهدفة من جوه ومن بره انا متذكر رئيس الفتاح سيسي قاله اكتر مرة لو في ايدي يقدي مرتب للفرد عشرين الف جنيه مش هتردد ايه مصلحته في انه يفكر الناس ايه مصلحته في انه يزود الاسعار على الناس ايه مصلحته في انه كذا هتقول السياسة خاطئة تعالا نتكلم هات جدول وشوف ماذا تحقق اه في حاجات احنا ضدها وفي حاجات غلط ماشي بس السياق العام بيقول ان فيه قائد وبيجري ليل النهار والا الناس دي اشتغل وبيتابع وبيحاسب ولا يتسامح في الاخطاء ده شايفينه شايفينه وعارفينه اصلي اسهل حاجة يا جماعة اطلع اقولك كلمتين يرضوك فشل ضياع ضمار مش عارف ايه حبقى بطل بس اصعب حاجة انك تقولي الحق وتواجه من اجل البلد دي ومن اجل الحفاظ على البلد دي هتبقى انت بتطبل انت بتنافق الناس هتنسالك كل تاريخك وكل مواقفك ويحط لك ويبتدي بقى يوجه ليك السهام بس احنا ما عافش نقول غير كلمة الحق بنقولها في الغلط وبنقولها في الصح واللي شايف غير كده هو حر عندما احنا بنتكلم عن بلدنا انا مدرك وعارف وشايف الظروف وشايف كل الناس بتعاني ازاي وبروح بلدنا المعانة في جنة وبشوف ناسنا واهلنا ازاي وبشوف اوضاعهم الاجتماعية الصعبة وبلاقي دي في كل حتة بروحها او قاعد فيها عارفين ده اللي ما عارفين كمان ان احنا اماننا كبير وان احنا هنزرع الامل وان احنا هنعدي من الازمة الاقتصادية وزا كان الغرب دلوقتي بيعاني معدل التضخم في اوروبا وصل اكتر من 9% والنفط وغيره 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 والغاز اللي حيتمنع عنهم من روسيا ومعاناتهم من الامح والدقيق والحاجات دي كلها لكن احنا ربنا ساترها معانا لغاية دلوقتي رغم كل الصعوبات دي سترها معانا ما فيه سلعة ما بتلاقيهاش حتى لو سعرها غالي لكن مشكلتنا بصراحة في عدمات الضمير التجار اللي ما عندهمش ضمير الناس اللي بتبيع الطاق طاقين والناس اللي بتخزن يقول لك بكرة هيحصل كذا وكذا وكذا مشاكل مش قليلة على بلد زي مصر على بلد بيعاني انت كان ستين في المئة من السياحة بتاعتك روسي وأوكراني وغيره فينه وقفت انت مش قادل تجيب الأمح انت نازل تلم الأمح من الناس في سنة دي انت عامل حوالي أكثر من أربعة ونص مليون طن أمح انت عندك رئيس طلع على تشكة وبيزرق أمح هناك وشوفناه مشروع مستقبل مصر أمح وشوفناه تشجيع لكل الناس في الفرافرة في غيره في غيره في غيره بنحقق اكتفاق ذاتي احنا حققنا اكتفاق ذاتي من السكر وحققنا اكتفاق ذاتي من القمح من الأرز وبنحقق ومشين وبنبني بلد فيه أخطاء اه فيه تراجع في حتة اه فيه مشاكل اه محناش يعني آخر حلاوة لا فيه مشاكل لكن بنصلح مع بعض بنصلح مع بعض وبنبني وعشان كده دايما بقول الاستجوابات في مجلس النواب مهمة جدا مهمة جدا عشان تحاسب كل وزير مقصر صوت الناس لازم يتسمع واده فرصة كمان في الحوار الوطني الناس مطلوب تعلي صوتها وتحط رؤى لقدام وخطط الرئيس مش هشتغل لوحده الرئيس محتاج ايدينا كلنا معاه ندفع بلدنا لقدام ونمشي بعض الناس بتفتعل أزمات الفيديوهات اللي بتنزل والله كان الله فعونا كاسيسي والله كان الله فعونك انا بشوف حاجات هو فيه ايه ما بالراحة الراجل ما بشوفش بيته بالراحة احنا بنطفش اي حد احنا فيش حد نقوله شكرا حتى ولو حتى ولو كان خلص البلد دي من الاخوان بسرعة كده نقلب بسرعة لكن عذرنا ان هذه قلة مهما انعلت الاصوات والفيديوهات اللي بتتعمل وبتتصنع لان الناس شعبه مصر العظيم عارف كويس قوي مين معاه ومين ضده واللي بيزايده وبيرهنه على انه بكرة وبعده الشعب ده حيقلب لا هو حيقلب على نفسه مش ممكن حيقلب على بلده مش ممكن حيقلب على قائد وطني احنا اللي جبناه وكان رافض وبيبزي الجهد وبينزل في الشارع وبيتابع كل كبيره وصغيره وبيراعي ربنا في كل شيء مش ممكن اللي يعرف الشعب المصري واللي قرى تاريخ الشعب المصري ويعرف السيكولوجيين اللي بتحكم الشعب المصري يعرف تماما ان ده شعب اصيل وشعب واعي ومحدش حيطك علينا وبتحاول ياخدونا لمنطقة تانية بنقول له كش ملك صدقني متزيدوش ولا ترهنو معاناتنا هتخلص بإذن الله ازا ما احنا مش وصلنا الستة ونصف في المئة معدل نمو احنا مش وصلنا الستة ونصف في المئة معدل نمو يا جماعة لكن جات كورونا نزلنا لثلاثة واثنين من عشرة وكنا من الدول اللي فلتت في هذا الموضوع لكن في حاجات غصبة عننا بتحصل لو فيه سياسات خاطئة نقعد ونرشدها لكن الهاري ده اللي شغال مش هيجيب نتيجة بالعكس الحل الحقيقي ان نضع ايدينا ونتكاتف ونفكر في حلول اكبر ونقعد ونقول ايه رؤانا الاقتصادية ورؤانا السياسية ورؤانا الاجتماعية لفترة قادمة انا حبيت افترض معاكم بالكلمتين دول لانه الحقيقة يعني احيانا تختلط الامور واحيانا يسعى البعض الى المزايدة حاج حيزايد على الشعب المصري الشعب المصري بيعاني حاسس بمعاناته بس حاس انه قدام مشروع وطني كبير بيبني دولة يتمنى ان ده يمشي بسرعة ويتغير السعر ده بسرعة الاسعار دي كلها تتغير نتمنى ذلك الكهرباء اجلتوها ست شهول اللي احنا عايزيها تتأجل سنتين ثلاثة عايزين نخفر شوية من عن الناس اجراءات الحمالة الاجتماعية كويس قوي ان فيه ربعمائة وخمسين الف واحد وبدأ من واحد سبعة من واحد اربعة وتحطت في الموازنة العامة الجديدة زي ما قال رئيس الوزراء وشفنا ده على ارض الواقع يا جماعة بلدنا تستحق ان احنا تحمل عشانها وتستحق التضحية ولا يجب ان نكون يعني لقمة سائغة في يد الاخرين وانا واثق ان ده مش هيحصل واثق لان الناس شافت الخراب يؤدي الى مزيد من الخراب والدمار يؤدي الى مزيد من الدمار وبعض الذين يتحدثون بلسان الناس هم ابعد من الناس كثيرا ولا يعرفوا حاجة ده ما يعرفوا انفسهم يقدروا يبعونا في سوق النخاسة لكن وقت الجد هم مش معنا واظن الايام بيانت لكم وشفنا كتير جدا ويا ما كان كل اللي بيدافع عن الدولة كان بيتشتم والله انا لو دورت على الشتاب اللي انا خدتها بعد خمس وعشرين يناير عشان بقول للناس او بقى واقف مع الشرطة او واقف مع الجيش تملى الستوديو ده الف مرة لكن ولا يهمني انا اللي يهمني حاجة واحدة بس قناعتي بالبلد دي وحبي للبلد دي وسعي الدقوب ان احنا نقف مع بعض تبلدنا يا جماعة مناش غيرها وبلدنا تستحق منينا ان احنا نكون موضوعيين في كلامنا ولا نزايد ولا نراهن ولا نبحث عن الترند وانما نبحث عن مصلحة مصر وبإذن الله مصر حتعدي من كل أزابتها وبإذن الله ستأتي لحظة يشعر فيها الناس بالرخاء ومزيد من الأمن ومزيد من الاستقرار من ضمن الشائعات والأكاذيب اللي بقى تطلع ما هو مش عايزين حاجة كويسة في البلد دي قال لك الحق في تسريب جديد في امتحانات السنوية العام قلنا ايه الكلام دي يا جماعة احنا من 2017 الامتحانات تتزبطت الحكاية انه واحد تصور الامتحان اللي هو امتحان الفيزياء من داخل احدى السيارات وبدون طلاب ليه لانه بيبقى في حاجة اسمها الامتحان الاحتياطي او اسئل احتياطي ده لبما حد يبقى ناقصه حاجة امتحان يحصل له مشكلة وحاجات بالشكل فواحد خده وراح اخد الورقة دي وراح مصورها من المظروف الاحتياطي ده وراح مصورها وراح مصورها وبعتها لليه علاقة بطلبة ولا اي حاجة وبعد ساعة من الامتحان طبعا الاجهزة الامنية على طول اتحركت ثبطته عرفت انه في مدرسة في ابو زعبل تبع محافظة الاليوبية ونتاج التحقيق مع الشخص ده هتعلن يوم الاثنين القادم ده دينا مؤشر مهم جدا على الشائعات التي لا تريدوا لهذا الوطن امنا ولا استقرارا بقى احنا من 2017 يا راجل ودي تشكر فيها كل الاجهزة المعنية الرقبية والامنية مفيش ورقة اجابة مفيش ورقة اسئلة قدرت تتسرق اجي النهار ده يا عديم الضمير شخص اداري ياخد من الاحتياطي اللي هو بعيد عن الطلب وليح يصور في العربية وبعتها على الدنيا كلها طيب اتقبض عليك اهو الحقيقة احنا يعني لا استطيع الا ان اشكر الجهود التي تبدأ في هذا الاطار سواء من الجهزة الامنية او الرقبية او وزارة التربية والتعليم لان احنا بالفعل تمكننا باسليب اه يعني لا يقبل ولا تقبل الشك فيها ان احنا نقدر نعدي هذه المؤامرة اللي كانت بتتم كل سنة الطلب قبل ما يدخل الامتحان يبقى الامتحان موجود في الشارع فهذا الشخص سيعلن عنه يوم الاثنين القادم ان شاء الله وحتبقى فضحته بجلاجل وحنعرف دولة هتعرف مين اللي وراه وليه بيعمل ده في هذا التوقيت التحديد بايدن في بيتنا يا فرحتنا النهاردة الحاج يجي وبيدن اللي جاي يدينا دروس في يعني ازاي ندمج اسرائيل وازاي نعمل مش عارف ايه وازاي نعمل تكتل لمواجهة مش عارف ايه النهاردة وقع مع رئيس وزراء اسرائيل وثيقة سماها اعلان القدس انا قلت مثلا اعلان القدس ده حيشوف الشعب الفلسطيني قال فيها ان اسرائيل ان امريكا ملتزمة بامن اسرائيل المطلق وانها ملتزمة بردع التهديدات الايرانية النووية ومش هتسمح لايران بابتلاك سلح نووي وقال انه يعني لازم يتم التعاون في انظمة اسلحة الليزر للدفاع عن اسرائيل وقال انه يعني حنوسع دائرة السلام مع مزيد من الدول العربية وقال ان انتفاقيات السلام مهمة لامن المنطقة واستقرارها وقال اسرائيل يجب ان تبقى دولة يهودية خلي بالك دولة يهودية وقال في الاخر خالص ان افضل حل القضية الفلسطينية هو حل الدولتين كلام فاضي طبعا لانه الكلام ده قاله هو في الحملة الانتخابية الرئاسية طب يا سيد بايدن انت قلت انك حتعمل قنصلية امريكية في القدس النهاردة قالك انسى حل الدولتين قالك بعدين مش هنعمل حاجة دلوقتي السيد بايدن حيجتمع مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق طبعا هو جايب بمشروع دمج اسرائيل في المنطقة العربية انا ما اعرفش هندمجها ازاي دي دي كارسة يعني ايه ندمج اسرائيلين يعني ايه يعني نفتح لها ابوابنا وتهيمن وتسيطر وبدل ما تاخد بالحرب تاخد بالسلم تسيطر على سرواتنا وتتغرغل في اراضينا وتعمل اللي هي اذا تعمله هل هذا هو المنطق اللي انت جاي من اجله انت جاي النهاردة متصور انك هتعمل حلف جاي تقول لنا ان احنا مستعدون لاستخدام القوة لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي طب مصرائيل ممتلك السلاح نووي احنا مع يعني انهاء كل الاسلحة النووية وغيره من المنطقة طب بس اقول كلمتين على اسرائيل برضه ولا اسرائيل متقدرش ولا اسرائيل فوق الكل يا سيد بايدن عليك ان تعرف انك هنا عندي خير امة اخرجت للناس انت بكرة رايح ارض الحرمين الشريفين عليك ان تدرك معنى ظهارة هذه الارض فاكر لما قلت وانت في حملتك الانتخابية ان مفيش للسعودية الشيك على بيض وان السعودية اصبحت دولة منبوذة والله انتو اللي اصبحت منبوذين بسياستكم ومواقفكم المعادية ماذا فعلت لك السعودية وماذا فعل لك العالم العربي وماذا فعلت لك فلسطين حتى تأتي الى اسرائيل عشان تدوم الشيك على بيض جاي النهاردة حضرتك تتصور انك ستصطف العرب جميعا صفا واحدا لفرض املاءات عليهم لا يا سيد بايدن كل ذلك وهم ما حدش حيوافقك على اللي انت عايزه للي انت عايزه خطير جدا ودمج اسرائيل ده اخطر مما تصور والشعب العربي لسه في عقله وستبقى المقاومة هي الثقافة وهي الحاضر وهي المستقبل لكل من يعادينا في ارضنا فلسطين باقية رغم انفك وانف امريكا وانف اسرائيل ستبقى وستتحرر والشعب الفلسطيني لن يفرط في ارضه وصفقة القرن اللي طرح سابقك جورجو بوش ترامب تداس باحزية العرب والفلسطينيين لن نقبل اي حل الا الحل العادل الذي يعيد فلسطين الى اهلها لن نسمح لك انت او غيرك بالعبث في امننا القومي القيادة المصرية مواقفها واضحة والعرب موقفهم واضح لن نسمح لك ابدا انت او غيرك بان تأتي بمشروع الهدف منه هو فرض السيطرة والهيمنة مصر ضد سياسة الاحلاف طول عمرها حد في بغداد لغيره 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 العرب ليس لقمة سائغة كما تتصور انت او غيرك عليك ان تدرك تماما وان تتحسب كلماتك وانت وسط القادة العرب عليك ان تعي وان تعرف ان الشعب العربي لن يقبل بالمهانة ولن يقبل بالمذلة ولن يركع الا لله سبحانه وتعالى العلاقات المصرية الاماراتية تترسخ وتقوى كل يوم تنسيق على اعلى المستويات في كافة المجالات الرئيس عبدالفتاح السيسي علق عبر حسابه على فيسبوك على كلمة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وقال الرئيس السيسي انني اود ان اشيد رؤية الثاقبة للشيخ محمد بن زايد التي تجلت في مواقف عديدة طوال السنوات الماضية والتي اثق بان الامارات والعالم سيستفيدان منها خلال الفترة المقبلة الشيخ محمد بن زايد كان قد قال في كلمته ان شعب دولة الامارات محور اهتمام الدولة المباركة وعلى قمة اولوياتها منذ نشأتها وسيظل منهج سعادة المواطن ورعايته الاساس في كل خططنا نحو المستقبل تعالوا نشوف جزء من كلمة الشيخ محمد بن زايد القت سلطات السعودية القبض على السيدة السعودية كانت قد اطلقت الرصاص على السيدلي احمد حاتم ماضي الذي توفي على الفور على يد هذه السيدة عندما اعترض على صرف دواء غير مرخص له من الطبيب حيث انا اتصلت بسيدة الوزيرة الهجرة واكدت بالفعل الوزيرة دكتورة نبيلة مكرم انها تتواصل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومع وزارة الخارجية المصرية وكذلك اسرة المواطن الذي اطلق عليه الرصاص وهو من قرية كفرد شوي مركز الشهدة محافظة المنوفية وانها تتابع هذا الحادث وانا الحقيقة يعني على ثقة بان هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وانه تم تحويل الجانية الى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية التي بالتأكيد ستتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الحادث وتكرار مثل هذه الحوادث على ارض المملكة العربية السعودية تابع الرأي العام خلال الايام الماضية قضية نيرا اشرف طالبة اداب المنصورة اللي قتلت على يد زميلها محمد عدل في وضع النهار المحكمة الجنيات طبعا محكمة الجنيات المنصورة بلئاسة المستشار بهاء الدين الموري رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين سعيد السمدوني ومحمد الشرنوبي وشام غيس اللي اصدرت ضده حكم بالاعدام شنقا بعد احالة اوراقه للمفتي الحقيقة يعني الايام اللي فاتت كان في حملات شرسة وغريبة على السوشيال ميديا لتبرئة الطالب القاتل محمد عدل في تحدي لكل الادلة والوقائع وشهادة شهود واعترافات المتهمة احنا النهاردة معانا ملف التحقيقات كاملا سواء من الشرطة او تحقيقات النيابة او شهادة الشهود او تقرير الادلة الجنائية ومصحة الطب الشرعي كل ده الحقيقة كشف عن عزم واصرار المتهم على ذبح المجني عليها وده من خلال واحد اعتراف المتهم محمد عدن صراحتا في تحقيقات النيابة لما قال انا فكرت اخلص عليها في ثالث يوم امتحان لها واني هنفذ قتلها بسكينة واستخدمت سلاح ابيض عشان ده اللي يناسبني وانا شغال طباخ وبعرف استخدم السكاكين كويس وعارف ان السكينة الحمية هي اللي ممكن تدبح وانا باستخدمها كويس لاني ده شغلي لما سألوا وكيل النيابة انت على علم بالمواقع القاتلة بجسد الانسان واللي بتودي بحياة الشخص مباشرة قال له ايوة وسألوا ما هي تلك المواقع قال له الرأبة الصدر من ناحية القلب والفخذ والعنق وكيل النيابة سألوا ألم يعدل فكرك وتصميمك على ازهاق روح المجنة عليها طوال الفتر الماضية قال انا كنت واخد قراري وحنفزه لما سألوا ما هي عدد الطعنات اللي تسددتها للمجنة عليها قال انا ما صدقت اني شفتها وقعدت اسدد السكينة في جسمها وما عرفش سددت لقام طعنا كما المتهم قال انا كان بيرودني موضوع اني خلص عليها من سنة ونص وكنت بصبر نفسي باهلي واخواتي وقولولي بلاش ادمر مستقبلين النيابة العامة اقامت الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول اللي اصفر عن احتواءه على رسائل عديدة جاتها من المتهم وتضمن التهديدات بالقتل دبحا واللي اظهرها تقرير الفحص الفني لهاتف المجنة عليها وخاصة رسائل مسينجر وفي احدى الرسائل بيقول بصي سكوت ومش حسكت ورحمة ومش حرحم اللي منعني ومأخرني اني لسه عامل حساب لللي كان بيننا وكلها اسبوعين ومش هقولك بقى على اللي حعمله فيك في رسالة تانية بيقول لها ده انا حروح في دهيا فيك لو كنت فاكرة اني حسكت تبقى مجنونة وديني لوريكي التهور بجد واللي يحصل يحصل في رسالة تالتة قال اخر تحذير ليك والله لاني واخد القرار اصلا عشان نهايتك على ايدي طالما الدنيا ما جمعتناش تجمعنا الاخرة واقص على ذلك كل ذلك الحقيقة انا لما قريته شخصيا يعني حسيت قد ايه انه كان فيه ترصد وقد ايه انه كان فيه عناد بغض النظر عن اية اسباب وبغض النظر عن كل الادعاة اللي بتتقال على السوشيال ميديا هل اي حد او اي وحدة تقول له واحد انا مش عايزاك ولا مش حق جوزك يبقى المبرر في المقابل انه يدبح وبهذه الطريقة كل من سيقرأ المحاضر فعلا سيقف تقديرا للحكم الذي صدر وهو عنوان العدالة وعنوان النزاه انبارح وفي ساعة مبكرة كانت قرية صوص التابعة لمركز نجادة غرب محافظة جنة مع موعد جديد من الصدمة سبع اطفال منهم ستة اشقاء ونجل خالتهم بعد ماتوا كلهم وغرقوا في الترع بعد ما اتقلم بهم متروسيكل في ترعة اصفون بالبر الغربي للأقصر حيق يعني امر وجع الناس كلها حزن ملأ ارجاء المكان صرخات النساء هزت قلوب الجميع دموع الالم لم تجف مشاهد قاسية للعائلة يعني شيء صعب جدا انه ناس جايب متروسيكل من الأقصر وفجأة تقع في الترع بالليل بهذا الشكل ويموت هؤلاء الاطفال نفس الحكاية اظن كمان نهاردة حصلت في الدهلية عدد من الأطفال يعني من قارئ القرآن الكريم في الدهلية برضو نفس الحكاية رحلوا اليوم فارقوا الحياة بعد من ألب بهم وتوبيس كانوا بيستقلوا مع زملائهم رجعين من ضمياط بعد مفازفهم سابقة لحفظ القرآن الكريم رحم الله هؤلاء الأطفال وألهم ذويهم الصبر والسلوان جدل أثير في أسوان حول جدارية أو لوحة للفنان الأسوانية مها جميل والكلام يتردد عن لوحات أخرى مسروقة من فنان أمريكي الحياة يعني احنا تواصلنا مع كافة الأطراف وأيضا تواصلت مع مصدر مسؤول وقال أبدا بالعكس احنا بنطور كورنيش كله بالكامل كورنيش قديم وآخر جديد فبنعمل ونعيد رسوماته أحد الحوائط كان مرسوم عليه من 2017 أكثر من 300 وجه الحياة كما يقول المصدر المسؤول إنها خلاص يعني بقت متناهية واحنا بنعمل جدارية جديدة هو ده كل ما في الأمر ونحن أخترنا الرسامة قبل ما نعمل ده بفترة ولكن لم نجد إجابة والفنانة الحياة موضوع تقدير وموضوع احترام من المصدر المسؤول ويعني هي الحياة لها أيضا لوحات أخرى في أسوان تستحق كل تقدير وكل احترام في كلام عن فنانة أخرى أيضا عملت أحد اللوحات ونقلتها كاملة والحياة دي مسألة برضو باتت مسألة صعبة أنا أقلتها المرة من فنان أمريكي ودي مسألة أيضا تستحق التحقيق حول هذه القضايا وإحنا وإحنا بنتكلم الحقيقة عن الأوضاع والمواصلات والمشاكل أنا يعني بطلب الحقيقة من الجهات المسؤولة وبتوجه للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الطيران كثير من المطالب جاءتني من أبناء محافظة قنة يطلبون إقابة مطار في كيلو ستة كيلو ستة منطقة فسيحة وشاسعة وقريبة من قنة لأن مطار لقصر يبعد عن قنة حوالي ستة وخمسين كيلو متر يعني مشقة برضو على الناس وخصوصا لما يبقى فيه ناس مرضى مدينة قنة هي المنطقة الوسط ما بين الأقصر ما بين سهاج أصلي ناجة حمادي أبو طشت دشنا الغرداء أصلي سفاجة قريبة أيضا منها حوالي تسعين كيلو متر وفيه ناس بتيجي من سفاجة عايزة تيجي معبة دندرة فبتاخد مسافة غير عادية لذلك الحقيقة جاءتني مطالب كثيرة من أبناء قنة بيطلبوا بإقامة مطار زيهم زي لقصر زيهم زي سهاج زيهم زي أسيود زيهم زي أسوانا برفع هذا المطلب إلى السيد رئيس وزراء وإلى السيد وزير الطيران رسالة من أحد المواطنين للطفلة كيان كيان بنت العريش بشمال سيناء مصابة بضمور في نخاع العضلات الشوكي تحتاج إلى علاج تكلفتها عالية للغاية قد تصل لمبالغ ضخمة جدا أصيبت بالمرض النادر ولا تستطيع أن تقف ولا تتكلم ولا تنام وهذه الأعراض ظهرت بعد سنة من أولادتها عمرها الآن سنة وسبع شهور ويعني يتبقى فقط خمس شهور عشان تكمل سنتين في هذه الحالة لا يمكن العلاج بعد أن يصل عمرها إلى عامين مئة واربعين يوم فقط بيفصلوا كيان عن إصابتها المستمرة بالمرض وعدم القدرة على علاجه نحن بنرفع هذه الشكوى إلى الرئيس الإنسان إلى الرئيس عفتاح السيسي الذي أصدر قبل ذلك تعليماته إلى وزارة الصحة بأنها تعالج الناس اللي عندها ضمور في العضلات وكتادي لفتة إنسانية هذه الشكوى نرفحها إلى السيد الرئيس الإنسان الذي ندرك أنه لا يترك أي شكوى أيا كانت دون حل فما بالك بشكوى طفلة صغيرة التف حولها كل أبناء شمال سيناء ولكن العلاج غالي جدا ويحتاج إلى تدخل الدولة وصلتنا شكوى من أولياء أمور الصفين الأول والثاني السنوي بإدارة باب الشعرية التعليمية بسبب نتائج أولادهم الذين تعرضوا لمشكلات في الإنترنت أثناء أداء الامتحانات ورغم وعد سيد الوزير ساعتها بأن من تعرض لهذه المشكلة يعتبر ناجحا إلا أن هذا لم ينفذ في إحدى المدارس التابعة لإدارة باب الشعرية حتى الآن بنرفع هذه الشكوى إلى السيد دكتور وزير التربو التعليم شارع العشرين الواصل ما بين شارع فيصل وبولاق دائما محل أزمة في المرور بسبب موقف سيارات الأجرة العشوائي والعربيات اللي بتقف في نص الشارع نرفع الشكوى إلى السيد اللواء محافظ أجهزة المواطن إسلام عبد المجيد صياد محمود متغيب من أهله وتم تحرير المحضر 1999 عشرين اتنين وعشرين قسم شرطة مينة البصل بالإسكندرية نتمنى بالفعل من يعثر عليه يتواصل مع أقرب قسم شرطة في هذه المشكلة مشكلة مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية لم تنتهي بعد وصلتنا عشرات الشكاوي من الحاصلين على أحكام قضائية نهائية واجبت التنفيذ باستلام عملهم ولم يتسلموا عملهم حتى الآن معانا على الهاتف الصباح حمدي صباح حمدي صباح اتفضلي ازاي حضرتك يا فمدي اهلا بيك اتفضلي اولا انا بشكر حضرتك وبقولك كل كل السنة انت طيبين وانت طيب يا صباح الشباب بتوعنا والشباب والبنات بتوعنا متسمعاهم الحكم يا فمدي والياما مش عايزة تنفذ الحكم نعم فرجاءا رجاءا للناس المسؤولة يسمعوا صوت يا عشان دول بي ولدنا دول ولدنا ومش لقين شغل ومعهم حكم ومحكمة فاربوك يا فمدي توصل صوت للناس الناس اللي في هذا حل الموضوع ده ارزيديكم بقناتنا وشبابنا اربوكم ان شاء الله يا فمدي بإذن الله انا رحية مرة كنت مع السيد وزير المالية وبكلمه وقال لي اي حد يصدر له حكم بالتأكيد احنا لازم ننفذ هذا الحكم انا برفع هذه الشكوى الى السيد الرئيس الوزراء بحزب الفعل الناس دي خدت احكام واحكام نهائية فالناس دي في الشارع الان يعني دولة وكمان اخواننا بتوع موقعات الزراع نفس الحكاية خدوا احكام يعني فيه ناس كمان خدت احكام من موقعات الزراع ولا تنفذ هذه احكام قضائية نهائية وباتة وحق الناس انها فعلا تبقى موجودة يعني الناس دخلت مسابقات في المحاكم وناس في النيابة الإدارية وناس في مؤقتة الزراعة وغير ذلك ولا نجد استجابة من الحكومة انا بتمنى من السيد الرئيس الوزراء يصدر تعليماته الفورية بتنفيذ الاحكام القضائية احتراما للقضاء واحتراما لشبابنا الذين حصلوا على هذه الاحكام بعد فترة طويلة من العناء والمشقة بعد الفاصل هيكون معنا ونشره في الحقيقة هيكون معنا الشيخ عيسى الخرفين شيخ مشايخ سيناء النائب على مدى اربع دورات متتالية الذي تعرض لعملية اغتيال غادرة واصيب برصاصات في جسده الرمز القيمة الوطنية المناضل منذ فجر ولادته منذ ان وعي بحقائق ما يجرى حولهم تاريخ طويل من النضال والكفاح وشرف لنا ان الصديف هذا الرمز الوطني ابن سيناء الاصيل بعد الفاصل مقبرة جماعية للمقاتلين المصريين من رجال الساعقة البواسل كان الموعد هو في يونيو سبع وستين حيث كانت الكتيبة المصرية متواجدة على ارض الضفة الغربية تحركت لمسافة تربو على الخمسة وعشرين كيلو مترا وقبيل ان تصل كان الغدر في انتظارهم حاصروهم وبدأوا اطلاق الرصاص عليهم وعندما احتمت ضباط والجنود باحدى المزارع احرقوهم بالنضال مضت السنون لم نسمع شيئا عن هذه المدبحة وتم قيد هؤلاء الشهداء كمفقودين ولكن منذ ايام قليلة خرج علينا الاعلام الاسرائيلي برواية تقول ان هناك مقبرة جماعية لاكثر من ثمانين شهيدا من الضباط والجنود المصريين بالقرب من القدس كان الخبر صادما ومؤلما للكثيرين بدأ الرئيس السيسي تحركاته اصدرت وزارة الخارجية بيانا طالبت فيه بضرورة التحقيق العاجل والشفاف ليصل الى الحكومة المصرية حول هذا الامر تحركات ليست بالهينة ولكننا ننتظر ننتظر لاننا لا يجب ولا يمكن ان نصمت على هذه الجريمة النكراء هناك من من ارتكبوا هذه الجريمة احياء ما زالوا احياء هؤلاء لابد ان ترفع عليهم القضايا في المحكمة الجنائية الدولية وان يقدموا كمجرمي حرب خاصة وان اتفاقية جنيف تؤكد على ضرورة معاملة الاسراء في اطار القانون وهؤلاء كانوا بعضهم كان اسيرا واحياء ومع ذلك اطلق العدو عليهم رصاصاته واحرقهم بالنبال هذه الرواية بالتأكيد هناك روايات عديدة اخرى متعددة كان شاهدا عليها الشيخ عيسى الخرفين شيخ مشايخ سيناء والذي يشرفنا اليوم شيخ عيسى اهلا وسهلا اهلا بيك اهلا بيك يا مرحبا سيدنا اتمنى ان اسمع شهادتك عن هذه الرواية وغيرها من الروايات الاخرى التي انت عايشتها في سيناء انا عندما سمعت في وسائل الاعلام ان سيادتك ستثير هذه القضية في التلفزيون اتصلت بسيادتك وقلت لك انا قلت انا عايزة شركت لان عندي انا معلومات اخرى نعم واحب اني اضيف هذه المعلومات الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يتناولها كما يتناول الذي اتى في صحيفة جدعوة احرادوت نعم وهم الجنود المفقودون نعم في حرب سبع وستين نعم كل الجنود المفقودين في حرب سبع وستين انضربوا بالرصاص وهم سائرين على الاقدام نعم كانوا اسرع كانوا يجب ان يخذوهم اسرع نعم يجب ان يخذوهم اسرع نعم كالقانون الدولي نعم ولكن لم يستخدموا القانون الدولي نعم قتلوهم في العراء نعم وفي الصحراء نعم امام اعجل الناس جميعا وانا كنت شاهد على ذلك سنة سبع وستين سنة سبع وستين نعم فذلك هذه القضية وبحمل الرئيس مع سيادتك ان كل المفقودين يعتبروا وضعهم كوضع من احرقاتهم من نابال اسرع نعم لانهم كلهم قتلوا نعم وهم في العراء نعم ونطالب السيد الرئيس ان يثير هذه القضية ونحن شهود اعيان نشهد معه في المحكمة نعم واجيبوا له اناس اخرين يشهدوا بالذي رأوه بعينهم نعم وتلك القضية امانة في رقباتك يا سيد الرئيس نعم هو منذ البداية تحرك على الفور الحقيقة نعم نعم امانة ادي في رقباتك سيد الرئيس واذكر حادثة في موقع من المواقع اسمه جوز عزام اصيب فيه ضابط طبيب مصري مصري نعم ضابط طبيب مصري فوجدناه فاخذناه عندنا مم واوناه مم فقال روحوا للموقع اللي انا فيه وبتلقوا في المكان الفلاني دوا شكله كذا ودوا شكله كذا وقطنوا ولففات اعطوهم لي مم وروحنا وجبنا له وصار هو بعالج نفسه منه فيه وفي ذات يوم جيه علينا الجيش الاسرائيلي مم لما جيه الجيش الاسرائيلي اللي جيه مم انا كنت فتا صغير مم كان عمري ثلاثة عجلزانة مم قال مين ده قلت ده اخوي مصاب مم اخوي مصاب بصف قده قال لا ده مش اخوك مم فصابت الحمية الضابط صابت الحمية وصابت العزة وصابت القرامة مم قال ما تختلفوش علي انا زابط مصري طبيب مم قال انت زابط مصري طبيب قال وكان يسحب المسدس وكان يضرب فيه قتلوا وكان يقتلوا في البيت نعم وقبر هذا الضابط عندي الى الان في ارضك في ارضك نعم عندي الى الان في ارضك نعم وموجود نعم واكبر دليل على ذلك مم ربما اننا عند استخراجة نلقى طلقات استراليفة نعم كمان شاهد اعيان نعم فلذلك وحصل هكذا كثير هكذا اسرائيل تجاوزت كل القوانين الدولية وكل الحقوق الانسانية في في الجنود المصرية نعم نعم ما معلوماتك عن المذبحة التي جرت في منطقة بالقرب من القدس واقصد المقبرة الجمعية التي نعم نعم بعد حرب سبعة وستين عندما كلفنا بجمع الجنود من المخابرات الحربية وكان المشرف على هذا الشيء عقيد اسمه عاد الفؤاد نعم وعاد الفؤاد هذا كلم الشيخ ابو مرزوقة نعم وقال له اللنشات حتيجي عليك لنشات لنشات الحمل حتيجي عليك حتيجي حتيجيك محملة بالمؤن اتفرغ المؤن وانت حمل العساكر الموجودين عندك مكان المؤن وهكذا وفضلنا على هذا المنوال ست شهور ست شهور ست شهور ونحن نجمع في الجنود في بيت الشيخ ابو مرزوقة كان فيهم في بير العبد أبو الشيخ أبو الشيخ عيد هو أه فذلك لما نجه في اللحظة هذه وكانت نساء أبو مرزوقة وهي بتخبز عصاج وبتعمل يديه استوت من خبز من كثير جنود دحنا دحنا في خلال ست شهر خردنا زي أربعين ألف جندي من داخل سينا عن طريق النشاد ومن ضمن هذا الكلام صدرت لنا تعليمات قالت روحوا ابحثوا في الضفة الغربية ابحثوا في الضفة الغربية عن أفراد مصريين الأفراد دول هم في الضفة محدش عارف عنهم ماتوا عاشوا كده انت روحوا اسألوا المواطنين اللي هناك فروحنا على الضفة الغربية يعني في قرى مجاور مدينة القدس موقع الحادث وسألنا قلنا كيف أول مسألناها عن الجيش الأردني قلنا كيف الجيش الأردني يوم المعركة قالوا والله ضرب طرقتين وهرب بعض أفراد ها ها قلنا طيب كان هنا فيه كتيبة مصرية مع الجيش الأردني قالوا آفية قالوا آفية قل طيب ايش اللي جرى للكتيبة هذه قال كتيبة هذه حاوطوها اليهود لما حاوطوها نادوا عليه بالمكرفون أن تستسلم فرفضت الاستسلام وكذا مرة ندوهم كذا مرة ندوهم ورفضت الاستسلام فهم كان في مزرع فضربتهم إسرائيل بالنبل أحرقتهم وأحرقت المزرعة أحرقتهم وأحرقت المزرعة كلها وبعد الحراق في المزرعة إسرائيل جابت الجرفات وجرفتهم في في جرف نازلة شوية وكانت حطهم فجر في النازل كلهم تحت وكانت أمور هنا عندنا في مصر اعتبروا من المفقدين اعتبروا من المفقدين ولكن مشيئة الله وقدرته خلت المعارضة الإسرائيلية تبين الحقيقة وتكتب في صحيفة جدعوة إحرنوت عن العملية بأكملها وأنهم في المكان الفلاني فلذلك أننا نطالب بالقصاص العادل نطالب بالقصاص العادل ونعتبر كل من اختفى أو كل من أننا بنقول عنه من ضمن الغايبين نعتبروا أن إسرائيل هي لمدت إيدها عليه وضربته بالنار مثل ومثل غيره ونطالب بالقصاص العادل في محكمة العادل الدولية إذا كان هناك عادل وإذا كان هناك قصاص وليس أن يكون مثل عادل أمريكا في قضية شيرين كينا بأخلى هذا مش صاحش هذا فين العادل هم فين الرصاص اللي أجى للشيرين أجي من فين أجي من الجنود ولكن عظمت أمريكا ما دانت إسرائيل فيها وبرت إسرائيل قالت رصاص مجهول مجهول إزاي مجهول هي السماء تمطر الرصاص لا ما تمطرش رصاص الرصاص يبيدي من من الخل إلى على سطح الأرض لكن الرئيس برد في المنطقة ويحدثنا الآن عن حقوق الإنسان أن العرب لا يلتزمون بحقوق الإنسان ذني من هو يبلتزم بحقوق الإنسان إسرائيل اللي في خلال سنة واحدة 280 طفل ماتوا السنة الفاتد 280 طفل قتلوا قتلوا هل هذا هل هذا هو العدل هل هذا هو الأساس هل هذا هو عدل بايدن إحنا عارفين بايدن وعارفين طبيعته لا بيحبش العرب عارفينه بيصاحب العرب لمصلحته أكثر من مصلحته ولا حاجة كل في كده ولا حاجة معروف هذه هي السياسة الأمريكية من أول الزمان لآخر كما قال الرئيس بوش سابقا عندما استحل العراق قال إيه قال إنني سأبقى العراق نموذج في الشرق الأوسط يحتذي به جميع العالم وهل هذا هو النموذج اللي في العراق دلوقتي هل هذا هو النموذج شعب يمتلك ثالث دولة في العالم في احتياط البترول وخمسين في المئة من سكانه عايشين على اللمبة نعم وشعب يفوت من وسطه نهرين مياه وخمسين في المئة من سكانه يجلبون المياه على ظهور البهان هل هذا هو النموذج الذي يختاره بوش للعراق نعم عارفيني السياسة الأمريكية السياسة الأمريكية ضد العرب مفهومه خالص احنا عارفينها شيخ عيسى كان فنان الكبير محمد صبحي عمل مصرحية سكة السلامة سنة 2000 سنة 2000 وتنبأ فيها بالمقبرة الجمعية للأسر المصرين نعايزك تشوف معايا مقطع من هذه المسرحية معنا على الهاتف الفنان الكبير محمد صبحي أستاذ محمد كل سنة وانت طيب كأنك كنت تقرأ المستقبل وتقرأ الواقع أهلا مستهلا صديق الغدالي أهلا بك فن أصبحي الرجل المسقف الواعي الوطني شيخ عيسى اه الحقيقة صلو مصطفى هو مشتنبؤ الحقيقة نجل ما أعملت ماما أمريكا وأعملت فارس بالأجواد وانت كنت عايش في الفطرية والمشاكل اللي حصلت على فارس بالأجواد انا كنت بتكلم على طبيعة الحركة السهيونية اه فارس بالأجواد وبتكلم ماما أمريكا على التهمة القادمة للعرب اه وهي الإرهاب فكنت دا أري آآ نارد الليويس ومليس الرئيس من سنة الثلاثة وتمانين كانوا يتكلموا عن صورات ربيع العربي يتكلموا عن إن الموضوع لازم تتجزأ ولازم تتغير زي ما قال الشيخ إيسا العراق كانت نموذج في البروتوكول 19 اللي هو الاستلاء على الغراط زي ما تتقال إن فعلا هم دخلوا على الشعب العراق على إنهم هيعملوا نهضة وحيعملوا 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 البدو والترسناء وهجئت هذه المعلومة إن هناك مقابر جماعية للجنود والضباط المصريين اللي كانوا أسرى في 67 وإزاي امتهنت جساسهم وتقفل الموضوع وأنا حطيتها في النص عند سعدين وحبا ليافك السلامة في الإعادة وكنت منتظم حد حيتكلم أو حد حيسأل أو حد هيعرف في الحقيقة كان قناة الجزيرة وقتها سنة 2000 شافت جزء المصريحية دعيت وقالي جسري كودة وقالي أنا نزلت مصري عشان عايز أعرف حقيقة الموضوع وعمل حقيقة حلقة جيدة في سيناء إن أنا لا حد شتكلم يعني أنا كنت أرى أن في اتفاقية السلام كان لازم يبقى فيه شروط فيها إزاي استرداد كرامة المواطن المصري والصابط المصري والجند المصري فهو مش تخنين دعني رصدته علشان أقول يا أخوان ناخدوا بالكو من ده فأنا فجيت كمان بالاعتراف سيوني على هذه المجاز طبعا موقف المصري مشرف جدا الرئيس تم صرح وقال لأ إحنا لازم ناخد رد اعتبار لولادنا لأن ده فات سنين يعني فات سنين طويلة احنا ما تكلم ناشي نعم نعم استاذ محمد يعني أنت الآن تتابع بالتأكيد جولة بايدن في المنطقة البعض تتصور أنه قادم ربما يكون هناك حل يعطي الشعب الفلسطيني ولو قدرا من حقوقه يعيد الأمن والاستقرار للمنطقة العربية يشمل حتى اعتذار عن ما حدث مما يسمى بالربيع العربي في الفترة الماضية والتي كان هو أحد صناع هذا الربيع جنبا إلى جنب مع الرئيس الأمريكي السابق أوباما لكن الأمور والبيانات تؤكد العكس من ذلك لأي مدى تعتقد بالفعل بأن السياسة الأمريكية قادرة على تمرير مخططاتها في المنطقة يا أستاذ مصطفى نحن جيل عاش من العمر في هذا الوطن أنا عمري 74 سنة وعيشت كل المتغيرات أمريكا المتغيرات فيها عريان أتمنى أن نفهم أن أمريكا إذا آمنت بالحرية يعني تؤمن بالحرية داخل بلدها وداخل حدودها ولكن لا تؤمن بحرية الشعوب يا دي جارة بحرية الشعوب والثورات الربيع العربي اللي حصل أنا قلتها تخبتنا مصطعي تخبتنا اللي اتكتبت سنة 2004 وخدت تصريح الرقابة 2007 بس اتجلت عشان كان عندي مشغول بالمسلسلات مكتوب في النصر أن المنطقة العربية سيكتحها الجحيم العربي ثورات الجحيم العربي تقسيم المنطقة وهدها وكل دا لصراح إسرائيل قلت دا في ماما أمريكا في تخبتنا وقلت أن الحرب القادمة ليست نوية الحرب القادمة حرب فيروسية دينية وده حصل على رأي 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 طبع الدكتور خالد قال لي لو كنت تضطط على دمارك عشان تثبت أنك كاتبة 2040 ما كانش حاج بحي يصدعك لولا نكوافت ترخيص رخابسة 2007 ثم 2012 ثم 2017 وتعرضت في 2018 أنا أرى أن الأمريكان لا يمكن أن ينتصل ذهنيا وعمليا وسلوكيا وقراراتا عن الكيان السوريوني يا أستاذ مصطفى احنا عربنا باستكمال اللي 24 بروسكول أنا اتكلمت بفارس بالأجوال حتى البروتوكول 19 وهو الاتتلاء أولا على الخراط خيس فاضل خامس بروسكول كنت رأقول سعيد هو أنت عملت لي مختمر صحة نتاكل وكده قلت سعيد بس هنستنى كثير على الخمسة اللي قضلين العشرين والواحد وعشرين كانوا هم مصورات يحيين من العرب صحيح فاضل ايه بقى اللي داخلين عليه اللي هو البروتوكول 23 اللي هو بقى الإبراهيمية عارف أنت التحضير المؤتمر الإبراهيمي علشان إسرائيل المزعومة قالت إحنا لا عندنا الإسلام ولا مسيحيين ولا يهود شفتوا الجدعانة إحنا نركع لأبونا إبراهيم ده بتاع المسلمين وبتاع المسيحيين وبتاع اليهود ما نتكلمش غير عن إبراهيم ونلغي بقى الكلام هذا هو التحضير هذا هو التحضير وده تنبيه أنا اتكلمت فيه برضو لا يمكن أمريكا مهما اختلفت الرؤساء ولا اختلفت الحكومات لا يمكن أن تتجعزع عن المخطط بيها أنت عندك منطقة غنية منطقة الوطن العربي اللي عايزنا نلوك لفظ الشرق الأوسط شبا قعدوا قد ايه لا احنا داخلين على تخصيص جهنمي مرعب انا بقول لا يعني يعني ده أمريكان على رصد من فوق بس بس في تحقيها كرمتنا نعم وكرمت العرب نعم وطول ما العرب يدعون عن كلمة الوطن العربي هذا هو ما يترى أنها عدوك نعم عايزين كل شرق الأوسط الكبير وتبقى إسرائيل هي الدولة الوحيدة فيها اللي كبيرة وانت فكك الأمريكان هيسيبه الخليج بفلوسه ومشارواته أنا أعتقد إن إحنا مقبلين وأنا آسف بهذه الروح اللي أنا أتكلم بها إحنا مقبلين على شيء كارثي في العالم ليست مسألة خاصة بدولة ولا بلد ولا أبدا لحركة عالمية باتحفظ لما خطته الحركة السونية فده شيء مؤلم جدا ولكن يبعين وفهمينه أيوة نتعامل مع أريكا واتعامل مع الجن بس ولكن أنا في رأيي أن ما ضر مصر ما ضر مصر حتى الآن بصراحة الشعب المصري رفض التطبيع وانتعال الكثير وفقنا على السلام وإحنا كامل مؤمنين بالسلام بس بشرط لنا لا نتخلى عن حقوق الشعب المصري لأن ممكن ده يحصل لأي دولة دلوقت ودلوقت الاحتلال ما بقاش بنادق وعساكر يا أستاذ مصطفى ما بقاش مدافع وعساكر وقنابل أبدا الاحتلال احتلال فكري يحتل شفابك وأبصالك بكل اللي انت فهمه اللي بتعمل كارتول للمسليين ليه عشان عايزين يقلين عدد الشعوب دي ما يخلقوش المسليين يعني الولاد يسحقوا بعض نعم في بلاوة على السوشيال ميديا لازم نعترف ان اه في حاجة مع تكنولوجيا ولازم نتطور مع تكنولوجيا ولكن نعي ان هتلاح ايضا لهدم كل أفكار الشباب والأطفال تمان عشرين سنة السفر اللي عنده ستة سنين النهاردة تمان عشرين سنة هيعمل ايه نعم بقى انا بقول ان احنا ربنا حفظنا حقيقي ربنا حفظنا بالنسبة لسيناء نعم ورجعت سينة فعلا لمصر نعم لحق مشروع وكمان سينة فيها رجال عظماء نعم فيها رجال محافظين جدا على الأرض تعارف كل القراءة السينوية احنا عارفينها نعم لكن دي شعور طيب وموجودة انما انت بوابتك برضو الى حد ما مرعبة اكيد شكرا لك ست فنان الكبير محمد صبحي شاكل لك فاصل ثم نعود لنكمل الحوار مع الشيخ عيسى الخرافين بعد الفاصل عودة مرة اخرى للحديث مع الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ سيناء الشيخ عيسى اظن انك يعني عيشت فترة 2011 واثناء تسلل بعض العناصر الارهابية الى سيناء وفي رفح بالذات وانت مقيم في منطقة رفح ماذا تتذكر من هذه الايام الصامع الموضوع ده طويل معانا يا اخ مصطفى من 2005 2005 من 2005 واحنا بنتكلم عن المجموعات دي من 2005 بذكر منها كان ايامها مرة جانا احمد جمال وزير الداخلية السابق كان المدير الامن العام في الوقت كان المدير الامن العام وزار نفسين هناك وقعدنا معاه وقال انتوا ايش بتروش بتشوفوا ويرايكم وكان معاه المشايخ جاي جاعدين وكل المشايخ بدأوا يتحدثوا وبدأ يتحدثوا وانا جاعد ساكت مردتش ولا كي بلسه قال انا بدأ اسمع كلام الشيخ عيسى وكان اقوم قلت اسمع يا باشي قلت الكلام الكثير بلسه لزو هناك فيها بزرة البزرة دي يجب التقاط قبل ان تنبت لانها اذا نابتت هتفرع اتعبتنا وانا بقول لك دلوقتي بصفتك احد القاد الامنيين في مصر يجب التقاط البزرة هالي فورا واذا قصرتم في هذا الموضوع ان الله سيحاسبكم والله قلت له كده ان الله سيحاسبكم في حق تقسيرك تقسيرك في حق مصر وشكر وليل كان سيحاسبتين فده بعضين ما فيش حد سمع مننا ودهنا في 2007 وقعدنا احنا وراساها لاجهزة الامنية اللي في سيناء كلهم ابن مدير الامن بالإرسال اللي يقول لهم ايش راجع قلنا لما اسمها جمعنا قلنا تسليح تسليح عشر افراد من كل شيخ وكل شيخ مسؤول عن زمام عشيرته لما كل شيخ مسؤول عن زمام عشيرته كل شيخ بيغطى عجل بالشيخ التاني كل شيخ بيغطى عجل بالشيخ التاني كل شيخ بيغطى عجل بالشيخ التاني تبقى سينة محكومة وكل شيخ ينظف اللي عنده كده حريحكم في الموضوع ده نهاج وسمعه منا قالوا عشرة افراد قلت عشرة افراد تدوهم سلاح تدوهم زخيرة تدوهم كل عجل وصيبوا الموضوع هذا اليوم شوف محد شاف الموضوع كان لي اكتر من ملجة نظر في مخاوف ومخاطر واللو أحمد جمال كان في الفترة دي راح جاي على سينة رايح بالضبط ثم بعدين كان ومبراد ومافي حوف الشمال سينة لا الرئيس المخابرات المخابرات حربية عزمنا هنا في القاهرة وافطرنا عنده لما عزمنا وافطرنا عنده بعد الفطار قعدنا لما قعدنا ألقى 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 فينا كلمة ثم قال أنا هتكلم قمت أنا رفعت يدي وتكلمت أول واحد قلت قلت يجب يجب التقاط بسرعة وإذا ما التقط أنت وسائر القادة الموجدين ستكون قصرت في حق مصر قال لا لا أستنى شوي هو قال أستنى شوي قال دلوقت أجاني خبر بالهجوم على الكمين اللي عند المصورة وقتل الستعشر العسكري الآن دل في خمسة غصص الآن ثم بدأ وإحنا طلعين دخلت عليه قلت له طيب شايف سيئة تلقات كان مدير مخابرات العامة في الوقت شايف سيئة تلقات التقاط البذرة هذا يجب التقاط بسرعة بسرعة يا سيئة تلقات طيب هنشوف ديشق لما لما المواطنين نزحوا من كتر الضرب وكتر والتعدي عليهم من الإرهابيين لما منهم نزحوا وحاولوا اغتيالي في 2013 ايه اللي حصل في عملية اغتيالي اغتيالي عملية اغتيالي انا كان بيني وبين المحافظ حرحور معادة سعشر ميلت على طلبة المنزيم مولت وانا راجع على المحافظ اللي حقوني في الطريق وكان بالله السر علي ولم اعلم اللي تخ انا انا شفتمش ولا رأيتم بس بعدين بعدين لمونهم الزبطو زبطوهم جزء من التكفريين تقول التكفريين فئات فئات فئة من الفئات زبطتهم صابطوا الضربوني من النار قالوا انتو ايه قال والله احنا احنا ضربنا الشيخ صاحب العربية السود الزلموك السودة وضربناه واغتلناه قالوا ليش قال والله احنا اغتلناه بامر من المساد الاسرائيلي من المساد اه بامر من المساد وهذا الكلام مسجل عندنا للحين انا حفظينه وعرفنا الناس وعرفنا العائلة كمان العائلة اللي هما منها كمان كله مسجل ومركون لابعدين الحساب بعدين هو فذلك طيب شوف كيف هذا في 2013 طيب لمنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكور بعتلي طيارة وشلني على طول وعم استشفى المعادي وتعالجت وتعالجت وعالجني الدكتور محمد توفية دكتور المخ والعصاب نعم الدكتور ده اخو وزير الداخلية نعم هو راجل رغم كبر سنه وكانت سنه 75 سنة هي اخ مصطافة وشغل في المستشفى لكن الخبرة بتاعته الحكومة مش رضي يسيبه بيعلم اولاده وكان كل يوم ثبت بيلف على المرضى ولمون بيلف لا يقل عن 15 دكتور بيلفوا معاه بيعلمهم وبعرفهم بشوف الملف بتاعي والحالة بتاعتي بيبص فيها ويتكلم معاه بالانجليزي كذا 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 ان هذا حلته كذا 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 وانه تحسن لدرجة كذا وكذا وكذا وانه كذا وكذا وكذا هو بيعلمه بيعلمه هو هو قبل ليعملي العملية اجاني بالليل قال لي انا اعملك العملية الليلة وطلعوا الرصاصة وابركيها وفعلا اعمل لي العملية والصبح لما انه لف ولو انه بيسلم علي كيف حالك وكيف انت قلت والله الحمد لله قال انت انا المسؤول عنك اعم ومسؤول عن واحد معاك اعم بهذا الناس زي كده تعرفوا بين قلت له مريض زي قال لي لا حسنا مبارك حسنا مبارك اعم اعم قال انت والاثنين مسؤوليت انا اعم اه والله ده 2013 اه والله طيب كلمني بقى شيخ عيسى عن اه انا شايف لك صورة بالسلاح دلوقتي وسط مجموعة من الشباب اه 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 الصورة دي يا اخ مصطفى انا اه اه زرت المقاتلين مقاتلين اللي هم بتوع القبائل تبع القبائل والجيش كمان والجيش اه زرتهم كلهم اه وقعت في ساحة الشيخ الزويد وقبلت العقيد شريف هناك اه وزرت ساحة رفع كمان وزرت وزرت الجيش كله اه وزرت مجموعات القبائل كلها اه وقعت في وسطهم ثلاثة ايام اه ثلاثة ايام اه وانا كل يوم بيقولوا لي ما تروحش يخلك معنا اه وانا بيقول لي محاضر مش مروح وانا حافظا معكم ايه مهمة الشباب دي بقى يا ثلاثة مهمة الشباب بيسمعوا انا شايف فيه اتحاد القبائل وشايف فيه مجموعات كتير بيسمعوا اوامر الجيش اه الجيش الجيش بيقول ليهم النهاردة هندخل على الحك دي بيقولوا يلا 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 ندخل ما بيقولوش لا متطوعين اه متطوعين يلا ندخل الجيش لقى فيهم الروح الحلوة اه الروح الاندفاعية اه مدفوعين اه لقى فيهم الروح دي اه اه فهو اه استفاد جدا وعجبوه وانبسط منهم الجيش انبسط منهم اه والله جدا جدا لانه هو اه لما انه بيقول يلا يا شباب بيقولوا يلا طبعا هل نجاحنا في تطهير المناطق اللي كانت طبعا طبعا نجاحنا قرية المقاطعة اللي كانت العاصمة اه في شمال سيناء انتهت اه انتهت ودلوقتي بلعا والمطلب والحسينات انا لسه ببارع كنت على اتصال باللوم محمد ربيع قال الموضوع كل انتهى اللي فضلوا فيها رجلين ومرأة اللي فضلوا فيها رجلين ومرأة بس وبعد كده خلاص هنعلن ان رفع والشخزويد والمقاطعة دي انتهت خالص وبعد كده هننتجل على المغارة اسم بعد كده قال انا اخذ الشباب دي معايا وننتجل على المغارة ممممممممم لما قال انا هنتجل على المغارة قلتول لي يا سيادة القايد وانا هنتجل معاك ع المغارة قال لي لا يا شيخ انت لا انت يا شيخ عمرك ثمانين سنة ازاي تنتجل معايا المغارة قلت له انا عايز اختمها يا باشر خليني استشهدناك خليني اموت اناك قال لا لا أنت لا أنت تخليك إلا طب أحكي لي عن وضع أهلنا في سيناء بعد ما اضطهر السيناء الآن طور عمر سيناء بتشتيكي من التنمية نعم طور عمر سيناء المواطن السيناء كان بيقول دايما أن أنا بوعامل كأنني مصري من الدرجة التانية وكنا بنسمع الكلام دي الحية أنا عايز أعرف الصورة الآن شكلها إزاي لا الصورة دلوقتي دلوقتي في العصر في عصر السيسي الصورة دي مش موجودة نعم خالص شوف كيف كفاية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن السماع لابناء سيناء بدخول الشرطة ودخول كل الحربية ودخول القضاء ودخول النيابة إعلان ده شيء كانوا أهل سيناء محرومين منه ولكن بعد هذا الحديث أننا لمسنا العدالة لمسنا العدالة الإنسانية العدالة الوطنية ما بين المواطنين عموما مثل لا مثل أي واحد مثل لا مثل أي واحد في مصر ما أصبحش فيه فيه تفرجة ما أصبحش فيه عزلة ما أصبحش فيه حاجة الموضوع ده انته زمان فلذلك ابناء سيناء الآن في حال العودة بتنقصهم المياه والكهرباء وهم قالوني وحملوني أمانة قالوا أنا عايزينا الكهرباء الكهرباء نمر واحد اللي محروم منها بعد القرى نمر اثنين مثلا الإيواءات إن تصرف تعوضاتنا يصرفونهم تعوضاتهم حتى كل واحد يقدر يبني له قطتين وصالة يقعد فيهم تعوضاتهم تنصرف هم هم دلوقتي التعوضات مقفول عليها أنا مش عارف ليه هي ماينفعت كذا أبدا فلذلك الموضوع في الحالدي قالوا في حالة تصرف تعوضاتنا ونبلينا مساكن وإيواءات وتيج الكهرباء السيد الرئيس ياخذ علينا عهد سنة واحدة في السنة سنبقي سينة خضراء مثلها مثل أول بجهودنا الزاتية إن شاء الله بجهودنا الزاتية لما نخليش الدولة تخسر مليم وعاد بس تنبو يبنينا الكهرباء وينصرف تعوضاتنا حتى نبني لنا عيواءات دي خلينا نسألك عن التنمية في سينة عن الأنفاء عن الحاجات اللي بتخسر في السينة ما شاء الله ما شاء الله الأنفاء دي معجزة يا أخي مصر نعم والله ما شاء الله والله أنا لما مني دخلت منها أول مرة قلت سبحان الله أنفاء عمستوى نعم وأنفاء دي دلوقتي ما فيش قطيعة ما بين مصر و سينة زي عون ما فيش صاروا مفتحين على بعد خلاص نعم انتهت القطيعة ها القطيعة كان أيام أيام الكبري كبري السلام بنقول الكبري دي لين ضرب صارت قطيعة نعم ولكن يعني يعني يبيدوا كل أربع شباب خمسة بيخضوهم حوض سمك شركة مع بعض والقوات المسلحة بتجيب ليهم الزريعة وترميليهم وهم بيشتغلوا ويعيشوا ولمونهم بيحصدوا السمك بيجيب ليهم عادي كويس نعم وعادي جيد نعم صراحة يعني صحيح نعم غير مسبوقة نعم السيدة الرئيس عبد الفتاسي غير مسبوقة نهائي نعم قال إن أنا واضع خطة لتنمية سيناء باربع مية وسبعة واربعين مليار نعم لتنمية سيناء نعم دي كلمة كبيرة يا أخ مصطفى نعم وغير مسبوقة نعم ودي كلمة إن الرأي وهو لمن بيوعد والله بوفي نعم بوفي صحيح صحيح آه والله ست وإحنا متأملين فيه إن وعده هذا هو في سيناء نعم والآن لمسينه في سيناء نعم في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر واحد من المناضلين الذين أدوا أدوارا تاريخية مهمة جدا ليؤكد تماما أن أبناء سيناء في كل تاريخهم ومعاركهم ونضالاتهم إنما كانوا دوما في الخندق مع الوطن أبناء سيناء الأبطال الحقيقيين جنبا إلى جنب مع رجال الجيش والشرطة في مقاومة المحتل في مقاومة كل الغزوات على مدى تاريخ مصر والآن في مقاومة الإرهاب والخوانة والمتأمرين حقيقة أنا سعيد جدا أن يكون معايا أولا مواطن من سيناء أنا عاشق لسيناء ولأهل سيناء ولدور سيناء ولبطولة سيناء وسعيد أكتر أن يكون هذا الشخص هو الشيخ عيسى الخرفين شكرا الله أني كان لي الشرف أني زملته في دورة من دورات البرلمان المصري وزرته وعرفته جيدا كإنسان وطني ودائما مع البلد عمره ما يتكلم على جرح خاص لو أو لسيناء لكن كان دايما مع مصر وأظنكم عندما استمعتم إليه وأدركتم معنى كل كلمة تفوه بها عرفتم تماما ومجددا أن الوطنية تسري في دماء كل أهالي سيناء شكرا لك شيخ عيسى شكرا لك شكرا لكم ونلتقي غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته